اشتركوا في القناة تخدم فيها اشياء غريبة مثل قبعات او زجاجات البيرة كوسيلة للدفع وبينما يحاول العالم باسره فهم ظاهرة عملة التشفير في هذا الفيديو جمعنا لكم مجموعة من اكثر الاشياء الغير عادية التي كانت تستخدم او لا تزال تستخدم كاموال نحن على يقين ان هذه القائمة سوف تفاجئك اولا طوب الشاي لفترة طويلة من القرن التاسع عشر والعشرين استخدم الطوب على نطاق واسع كشكل من اشكال العملة في البلدان مثل تركمونستان والصين ومنغوليا وبعض اجزاء من روسيا تم صنع طوبي باشكال وحجام مختلفة اختلفون وعية الشاي ايضا من نبتة الى اخرى وكان العامل الحاسم الرئيسي لقيمة الطوب ثانيا البول قد يبدو غريبا لكن حتى اليوم يستخدم البول كعملة في السجون في بعض الاحيان يخضع السجناء لاختبارات عشوائية للمخدر التي تتطلب منهم التبول ويمكن ان يصابوا بمشكلة كبيرة اذا ما تم القبض عليهم باستخدام المخدرات لهذا السبب من المنطقي ان يكون بول السجناء الاخرين في متناول اليد في مقابل الحصول على خدمات ثالثا منظف الغسيل من كان يظن ان المد سيظهر على قائمتنا حسنا يبدو ان منظف الغسيل الشهير اصبح عملة شارع لبعض تجار المخدرات المد هو منتج شائع جدا وسهل البيع وهذا هو السبب في ان المجرمين يسرقونه من المتاجر من اجل تبادل المنظفات للادوية على سبيل المثال فان زجاجة واحد ونصف اوقية تسوي عشر دولارات من العشاب الضارة والكوكاين في السوق السوداء رابعا كتانغا كروس بالنظر لهذه الصلبان قد تظن انها مصنوعة من قبل اسلافنا القدمة في الواقع استخدمت هذه الارقام النحاسية الان كعملة في اجزاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي القرن التاسع عشر وهوائل القرن العشرين صنعت سخور كانتغام باحجام مختلفة حيث بلغ متوسط قطرها حوالي عشرين سنتيمتر ووزنها واحد كيلو جرام خامسا حجارة الراي ربما تكون احجار الراي هي الشكل الاكثر ضخامة من العملات في التاريخ تم استخدامها كعملة في جزيرة ياب منذ حوالي خمسمائة قبل الميلاد كل حجار الراي يمثل تاريخه الخاص الذي يحدد قيمته كلما كان انشاء الحجر ينقله اكثر صعوبة كانت قيمته اكبر ولرغم من ان النقود الحديثة قد حلت محل الاحجار كعملة يومية الا انها لا تزال قيد الاستخدام من قبل يابيس شعب لوبي هم مجموعة عرقية ناشأت من غانا اعتبرت الثعابين جزء مهم من ثقافتهم الفرسان يعيشون حياة المزارعين لقضاء الكثير من الوقت في الحقول حيث واجه الكثير من الثعابين كانت الثعابين الحديدية التي قاموا بتزويرها تهدف في الاصل الى حراستها وفي النهاية تم استخدامها كوسيلة للعملة بين السكان المحليين من الصعب تصديق ذلك لكن هناك اماكن عبر جزر سليمان حيث يتم استخدام اسنان الدلافين كعملة في عالمنا الحديث وفق البحث نشرته مجلة ريان ساينيس أوين ساينيس فعين العدد الإجمالي المسدل للدلافين التي تم قتلها لأسنانهم من عام 1976 الى 2013 كان اكثر من 15400 دولفن ثامنا قذايف ربما هو اجمل شكل للعملة المذكورة في قائمتنا كانت اموال الشيل تستخدم عادة في كل من القرات تقريبا بما في ذلك امريكا واسيا وافريقيا واستراليا وجد علماء الاثار دليلا على ان القذائف كانت تستخدم كوسيلة للدفع منذ عام 1200 قبل الميلاد على الاقل ومن الغريب ان هذه القذائف لتزال تستخدم اليوم في بعض المناطق النائية من العالم تاسعا السهم هذا النوع الرائع من العملة القديمة ينشف الجزء الشمالي من البحر الاسود ويعرف بانه اول ما يعادل النقود في المنطقة كانت تحظى بشعبية السهم على الانساق البرونزية فضلا لقدرتها على استخدامها في الاسلحة كانت هذه القطع النقدية مصنوعة باشكال كثيرة في النهاية اخذت الشكل الاكثر تعقيدا من الدلافين والاسمع عاشرا جنة باراميغانو ريغانو الايطاليون يحبون الجب انهم يحبونها لدرجة ان احد البنك الايطالية كارديتو ويميليانو يقبل جبن البرميز كشكل من اشكال الدفع منذ عام 1953 وافق البنك الاقليمي على ضمانات غريبة للحصول على قروض الشركات الصغيرة عجلات عملاقة من جبن باراميغانو ريغانو حادي عشر قبعات زجاجية وتستبدل واغطية زجاجات البيرة ذات الجوائز من الداخل العملة في اجزاء الكاميرون والتي تعاني من معركة ترويجية شرسة بين مصانع الجاعات المنافسة اي نقطة من قائمتنا فاجأتك اكثر اخبرنا في التعليقات ادنى شكرا للمتابعة اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر